من ضمن الاسئلة يا ريحاب بتقولي ان انا كده استفدت ايه لما انت تقولي ان مرتبات اخصاء التحليل الطبية مرتباتهم قليلة انا كده استفدت ايه غير الاحباط ايه الحقيقة ولا احباط ولا حاجة ولكن انا مش بحبطك ولكن يعني بحاول دايما اقول للناس يعني الحقيقة اهم من اني اقول معلومة غير صحيحة ممكن اقول اخصاء التحليل الطبية ماشاء الله بياخد رواتب بالالفات محمد وحمكم الله اعتزر عن ده ولكن انا دايما بحب اقول منهج الصراحة انا عارف ان في ناس ما بتحبل ده ولكن لعله خير علشان بس الناس ما تتصدمش بعد التخرج وده مش وضع الاخصاء التحليل فيه اماكن تانية مرتباتها كمان ووظيف مرتباتها متدمنية فنضع ده في الاعتبار وربنا وفائك واكتب لك كل خير بازن الله لا داعي للاحباط ارض الله واسعة والارزاق بيد الله ولعله خير ولعله خير وان شاء الله تجد فيه فرصة بمرتب اكتر وانا اعتزر لو اصبتكم بي الاحباط بخصوص هذا الموضوع وبالتوفيق باذن الله